ربنا يحفظك يا رئيس ربنا يحفظ سيادتك ويحفظ مصر وشعب مصر من الخوانة ومن الدسائس ومن اللي بيفبركوا تصريحات سيادتك قولوا امين امين ربنا يحفظنا من شر الدوحة ومسؤولين الدوحة ومسؤولي هذه الامارة امارة الدوحة لسه الرئيس النهاردة بيتكلم ومسد يعني مفيش ما لوش حاجة في تصرحات الرئيس إلا انهم يفبركوها يعني لازم يفبركوا تصرحات ليه الهدف تصرحات ايه عشان حضرتها اتخاف الرئيس النهاردة بيعمل رسالة توعية ورسائل توعية في منتهى القوة بالمناسبة يعني الرئيس خوف اوي ولا هدى اوي يعني انه خلوا بالكوا يا جماعة وخلوا بالكوا التزموا وخمستاشر يوم والبلد هتعدي وهم دول خمستاشر يوم الاصعب من الاسبوع ده من مبارع لو التزمنا الاسبوع ده والاسبوع الجاي يا رب طب عملوا ايه العيال بتوع الدوحة عملوا ايه اوريكو بس عشان من الاول كده نبدأ ما كنتش نوي يعني مش هحاول اتعصب هحاول اتكلم بمنتهى اليدوء العيال بتوع مرت الدوحة عملوا ايه هوريكو فابريكو تصراحة الرئيس ازاي هادي تصريح الرئيس لم يقل ذلك على الاطلاق السيد الرئيس اليوم لم يذكر الاف ولا تكلم على الاف على الاطلاق يعني الكلام الرئيس كله لم يذكر لا الاف جايين ولا راحين كل اللي قاله سيد الرئيس توعية خلوا بالكو يا جماعة عايزين منتهى الالتزام المسئولية الانضباط لسبوعين الجايين ساعدونا يا مصريين عشان نعدي لسبوعين اللي جايين ما فيش عندنا مسألة الرئيس كاد اتكلم بالشكل ده ليه بتروح على السلع وبتجرو عندنا كل حاجة وكل حاجة موجودة اتكلم الرئيس على الدول وعلى العالم والتدعيات والعالم بيحشد يعني مئات المليارات امريكا مبارح بتتكلم على اتنين تريليون دولار امريكا بتتكلم على اتنين تريليون دولار متخيلين لارقام يعني بنتكلم على ارقام عشرة في المية من الناتج المحل الاجمالي الولايات المتحدة الامريكية بتخصصوا لمواجهة هذا الفيروس فالرئيس قالت صراحات الكلام النهاردة في غاية القوة وتخرج علينا قناة الامارة امارة الدوحة بهذه الفابركة الفابركة زي ما بقولك عايز يقلق الرئيس ما قالش كده خالص لم يتحدث اطلاقا بالشكل ده يعني الرئيس كان بيدي امثلة بيدي امثلة البرة ما قالش مصر ما قالش مصر يعني اتكلم زي ما بقوله حقبرة حصل ايه وبرة بيحصل ايه من غير ما يسمي دول من غير ما يسمي دول واتكلم على المسألة اللي احنا المعدلة ممكن يحصل ايه اه قفزات ممكن تحصل معدلات اللي عندنا لحد دواتي الى حد ما ولكن ممكن في يومه ليه لا لا قدر الله لكن زي بقول لحضراتكم لا هو ده اللي عندهم ما عندهمش حاجة اخرى يعني ما خدش مثلا تصرحات تتعلق بي الوضع اللي موجود في مصر بالاجراءات اللي اخدتها الدولة المصرية بالاجراءات اللي اخدتها الحكومة باجراءات المواجهة الشامل ما ياخدوش الكلام ده ويكلموا عنه لا هو لازم ياخد حاجة يعني يشتغل عليها هو عايز ياخد حاجة لحسابه في حين ان هما النهاردة رقم واحد ما زالت قطر لحد دلوقتي رقم واحد من السباب العالم العربي رقم واحد رقم واحدة 181 المعلن المعلن اللي هو الرسمي لكن الاكتر من كده اللي هو زي ما قلتلكه مئات 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 والنهاردة عندهم ترند شغال في قطر ترند انه هي قطر بورة الكورونا بقرة اه اصبحت بقرة هم منعاملين النهاردة ترند ترجمة نانسي قنقر